اشتركوا في القناة وما ننسى الأسعار وسائل النقل كثير مناسبة ومميزة بهذه البلد تدفع يورو واحد لأنهار كامل طبعا وما ننسى أنه موجود عدة قوانين تضبط أسعار هذه المواصلات مثلا اللاجئ لا يدفع مثل الشخص الغريب مثل الشخص النمساوي مثل الشخص السائح كل الإنسان حسب وضعه الاجتماعي الوضع يدفع فيه فاتورة هذه المواصلات كانت مخالفة أنت قبل همار لا الحمد لله أريد أنه كتير نظامي مستحيل برافو عليك الله أعطيك العافية رائد في عنا نحكي شيء عن التعايش المسوابين أفراد المجتمع هذه كتير مهمة الآن مشان الاندماج وشغلات في عنا ميزة أنه هو الأمن في فيينا هو أنه يمكن أقل معدل في أرائع موجود في أوروبا تقريبا في العالم في فيينا نعم تماما وهي طبعا ثالث مدينة في مقاييس الأمان في أوروبا طبعا هذا الشيء يعني أنا كشخص عايش بفينا فيني لحظه من تعامل الأمن السلك الأمني اللي موجود في فيينا ما عنده تلاعب أبدا بالموضوع الأمني يعني مثلا لما تصير مشكلة ما في تلاعب مع أي طرف كل إنسان اللي عليه حق بده يتحاسب واللي إله حق لازم يأخذ حقه وما في تمييز أبدا موجود بهذه البلد ولما يكون السلك الأمني والنظام اللي موجود في فيينا وبالنمسا بشكل عام نظام صارم ضد المشاكل ضد العنصرية ضد أي شيء موجود أكيد رح تكون مدينة آمنة شفت شي رشاوي شفت شي حالدفع لحدها لا لا أنا ما بالنسبة أنت شفت بس عنا بي أنت حاولت ترشيني لجئني لأول الله يسلمك على فكرة مع أنه يعني في مظاهرات ومسيرات كتير في فيينا حرف شلون بس طبعا كلها بتكون يعني سلمية لكن سبحان الله ما في أي مشكلة ما في أي جريم ننسى نحن أنه الشعب النمساوي بشكل عام شعب راقي جدا يعني شعب لا يحب المشاكل لا ننسى أنه نحن عايشين بدولة حيادية دولة ما عندها مشاكل أبدا وهذا الشيء أكيد له تأثير كتير إيجابي على الحياة الاجتماعية اللي موجودة هون طبعا وهذا الشيء بيأثر على كل الناس الجدد اللي موجودة بهذه البلد سواء كانوا غير نمساويين أو لاجئين أو أجانب عايشين في هذه البلد كله له تأثير من هاي النقطة كتير إيجابية من لاحظها صح إن واحد محسن يعبر باللي بده ويحكي بدون أي شيء ضمن قانون كل شيء ضمن كيف نقول مثلا ترخيص أنت بدك تعمل مظاهرة إليك الحق تعمل مظاهرة تعمل أي شيء بدك تعمله تعمل مظاهرة تعمل مسيرة تعمل لعبة طابة تعمل أي شيء في إلك حقوق أنت كشخص مواطن تمارس كل حقوقك يعني الشيء اللي أنت حاب تعيشه هون بس كل شيء ضمن قانون ضمن ترخيص ضمن أطر معينة موجودة ومرسومة وماشي عليها هاي البلد وهذا الشيء بيسهل علينا الحياة والمعيشة ويسهل علينا التآلف والتخاط بين جميع الفئات اللي موجودة بهذه البلد تمام رائد أنت أنت بجامعة فيينا الآن صح؟ صحيح أي قسم؟ أنا بجامعة فيينا من السنين الماضية بقسم الصيدلي هتدرك الصيدلي هون هتدرك الصيدلي هون هتدرك الصيدلي هتدرك مشاكل لما حاولت تدخل لها الجامعة هاي تلاعيت شيء صعوبات تلاعيت شيء كانت كثير سهلية الدخول للجامعة خصوصا في فيينا والنمسا عن جد هو نظام كثير سهل وكثير مبسط يعني منشوف أن الدخول على جامعة فيينا هو ما بده شروط ما بده نسبة مئوية من شهادة البكالوريا الشهادة السنوية يعني أمور كثير مبسطة طيب مجرد ما يكون عندك شهادة بكالوريا وين ما كنت فيك تعمل تعديل تدخل على الجامعة تدرس الفرع اللي بدك ياه طبعا لا ننسى أنه موضوع اللغة موضوع اللغة اللغة المانية الفروع بالجامعة فيينا تقريبا تحتاج أكيد يعني أقل شيء لازم يكون معك مستوى اللغة بيت سفاي بيت نين لما يكون معك مستوى يتكون أنت مؤهل لأنك تدخل الجامعة طبعا لا ننسى موضوع الجامعة هو نظام سهل نظام سلس بس يحتاج إلى لغة يحتاج إلى عقل يفهم كيف ماشي هذا النظام نظام الجامعة نظام التعليم بس بشكل عام كل شيء مسهل ومبسط